موسيقى فتابعونا لحظة بلحظة في البداية في كذا محور عايزين نتكلم فيه وهي محور كلها تتعلق بمنتخبنا الوطني اللي الأول وده أمر بيهمنا جدا جدا الشعب المصري كله مختلف انتماءاته وهمه الأول والأخير خلال الفترة الحالية هي مصلحة المنتخب الأول لكرة القدم بالتحديد وخصوصا بعد الأداء الكارثي هو فعلا كارثي بدون مبلغة في مباراة الأمس أمام المنتخب الناجيري في أول مباراة المنتخب في البطولة بطولة الأمم الأفريقية فبالتالي في حالة من الاستفزاز حالة من الاستفزاز عند الشعب المصري يعني انت وانت كده ماشي في الشارع أو انت بتكلم صحابك قريبك أي حد قريب منك في التليفون قابلت حد كلام من ده تتكلم معه عن المنتخب هيقول لك ايه؟ هيقول لك أنا عندي إحباط هيقول لك أنا مستفز انت مستفز من ايه؟ مش ده منتخب مصر مش هو ده المنتخب اللي احنا متعودين عليه مش هو ده المنتخب اللي احنا كنا حطين امال كبيرة قوي قوي مع الجهاز الفني ده بقيادة مستر كارلوس كيروش ان احنا نشوف المنظر ده مش ده اللي كان في خيالنا مش ده اللي كنا بنفكر فيه مش هي دي احلامنا كشعب مصري كناس بتاعشق كرة القدم كناس بتتنفس كور احنا كمصر هنا الشعب المصري بيتنفس الكور الحاجة الترفيهية الاساسية بالنسبة للشعب المصري هي كرة القدم ما بلك بقى ايه فيه جماهير مثلا لأنديا بتفرح جماهير لأنديا بتزعل ما بيبقاش الشعب كله زعلان فما بلك بقى لما المنتخب يخسر فانت الشعب كله زعلان الشعب كله حزين وبالمناسبة هو مش عيب انك تخسر مش عيب خالص يعني هي كرة كده انت ممكن تخسر وممكن تكسب وممكن تتعادي العادي قوي يعني هو العيب وكل العيب ان احنا نشوف المنتخب بالمنظر ده هو ده العيب هي دي الكارسة هو ده اللي مخلي الناس مستفزة هو ده اللي مخلي الشعب المصري عنده حالة من حالات الإحباط خلي بالك أنا كلامي أنا بتكلم دلوقتي أنا مش بتكلم اللي هو ايه وطالع اخبط في الجهاز الفاني واخبط في المنتخب لا احنا لسه مشهور مخلص المشهور لسه مكمل وعندنا آمال وعندنا أحلام إن شاء الله بإذن الله الأمور تتعدل بإذن الله الأمور تتعدل ونشوف المنتخب زي ما احنا بنأمل ونلاقي المنتخب بيوصل للنهائي ونلاقي المنتخب بيؤدي بشكل كويس طبعا النتائج أهم لكن ما يبقاش ولا نتيجة ولا أداء هو ده الإحباط بعينه أملنا كلها تحس إن بارح تتفرج على التسعين دي أكده هتقول لي أصلي كان فيها الشين دي أحنا حلوين لا والله ما كناش حلوين برضا أمعرفش الناس فيقول حلوين على إيه آه فيه لما نزل زيزو ما شاء الله عليه نزل غير الدنيا شوي ما شاء الله عليه كان زمان للنتيجة أكبر من كده لكن ليس هو ده منتخب مصر إن نحنا نلعب تلت ساعة وتلت ساعة ليس هو ده الأداء اللي احنا كنا نتمنى برضا ففيه حاجات كتير لازم تتصلح وإحنا لما نتكلم عن منتخب نتكلم عشان نحاول نساعد في الإصلاح نحاول نجد حلول عشان ننقذ ما يمكن إنقاذه إحنا دور أو ترس في المنظومة منظومة الرياضة المصرية أو أكرة القدم بالتحديد لازم يكون ليك دور فعال البطولة ما انتهيتش ما خسرتش كل حاجة عندك أمال كتير جدا عندك أحلام كتير جدا هتفضل متمسك بيها لحد آخر صفارة لآخر مطش أنت الله أعلم بها هتوصل لحد فين بالمنظر ده لو وصلت الدور الساعة هتخرج بالمنظر ده لو فضلت بالطريقة دي فبالتالي في عيوب كتير قوي 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 عند مستر كارلوس كيروش أنا مش عايز أقطع في الرجل ومش عايز أمسك الرجل قعد بقى كسر مطش قعد بقى أمسك فيه وأكسر فيه وأقول الرجل ده مش رفع لازم يمشي كمال ده كلام مأكلش مش ده كلام اللي هو إيه يخليك تحاول تنقض نقد بناء إحنا هنا مدرستنا إحنا ننقض لما نيجي ننقض ننقض نقد بناء يساهم يساعد المنتخب في تصريح الأوضاع يعني فبالتالي نقاط كتير جدا جدا كانت سلبية في المباراة مباراة والمباحث الواحد والله العظيم يا جماعة أنا مباراة من بعد ما ماتش خلص مستني أي حلقة لأي بقى بفارغ الصبر رب الشفاء العاجل ده برنامجه فإن شاء الله يرجع سريعا لمكانه يعني فحظي حلو إن أنا عندي حلقة النهاردة يعني عشان أحاول أطلع كل اللجوية لحضراتكم ونقش مع بعض الموضوع يعني أول حاجة كده ألف به هتجي تقولي التشكيل وحش لا التشكيل حلو مفوش أي مشكلة كل العناصر اللي أنت ممكن كواحد من الجمهور كنت أغترعها عشان تلعب هي هي اللي هتلعب المشكلة مش في التشكيل المشكلة في التوظيف توظيف اللعيبة داخل الملعب هل ده توظيف صحيح لما يبع عندك أحسن لعيف في العالم محمد صلاح هو أحسن لعيف في العالم وهو بلعب وينج رايت مكسر الدنيا مقطع الناس في أوروبا مقطعهم نخليهم مش شايفين أي واحد بيدخل عليه بيخلص عليه أهداف إيه ما شاء الله وأداء إيه وفورمة إيه وحاجة جامدة جدا وتروح جايب تقول له صلاح بص أنت الناس كلها شايفاك هنا وينج رايت لا أنا عبقاري تعالوا وأنا أحطك مهاجن الأسكن هو مش عيب تحط صلاح مهاجن بالمناسبة صلاح في بعض الفترات مع ليفر بول كان بلعب مهاجن بس في بعض الفترات في الشوت الثاني مش بداية المباراة يا سيدي عايز تبتدي ببداية المباراة ببتدي بس بتعملش كارثة أكتر من كده وأكبر من كده بإنك تجيب واحد نجم مميز ولعب كبير زي مصطفى محمد كمهاجم كمهاجم وترحم حطه لي وينج مكان صلاح هيعمل إيه أنت مستني منه أنا نفسي أدخل دماغ الرجل ده الرجل سيجنني بصراحة أنت مستني منه إيه هيعمل لك مصطفى محمد ناحية الوينج طيب صلاح اللي قدام ده هيساعده مصطفى محمد اللي ما بيلعب في مكان أو مرة يلعب فيه بقانه منطق وبقانه عقل بقانه منطق وبقانه عقل إزاي اديني عقلك نفيش أي إسهامات يقدر يساعد به مفيش أي حتى اللعيبة في الخطوط الخلفية وراء نص الملعب وفي الدفاع حسيني فيه لغبطة يعني مصطفى محمد المفروض هنا يبقى صلاح نشو مصطفى محمد طيب أنت ما لحقيتش طباس يعني ممكن في كل أحوال مدارب يكون عنده تاكتك معين عايز يطبقه عايز يحاول يجرب لما تيجي تجرب حضرتك جرب في مطشط ودي أنت ما عملتش مطشط ودي لأسباب كتير جدا سوء تنظيم وسوء ترتيب للبرنامج قبل البطولة تقريبا نحن المنتخب الوحيد لم نعمل مطشو هدي أقول لي أصلا مطشو مطشو الأهلي وبيرامدز كانت لعب ومفتوض لا يعرف الكلام لا يدخل دماغي كمفتو الرجل يفكر نحن داخل عبطولة كبيرة مثل كاسل أمو أفريقية المنتخب المصري اسم كبير وعظيم يجب أن يؤدي فيها بشكل جيد والشعب المصري يطمح دائما في البطولة فأنا أجهز نفسي بالشكل المظبوط الذي يليق باسم المنتخب مصر لكن عندما تجرب يعمل في المطشاط ويا سيدي أنت جربت في كاسل عب ستقول لي أصد الصلاح لم يكن موجود في كاسل عب مصطف محمد كانت موجود جربوا في التدريبات ستقول لي ما يمكن أن يكون جربوا في التدريبات قبل المطش هم لا يتمررون غير مرتين ستستطيع تجرب فيهم وتأخذ قرار مثل هذا أنت ريحت الدفاع منتخب نجاري ريحت وانت تدي له المطش تقول له يا منتخب نجاريا يا مدير الفاني بتاع منتخب نجاريا انزل خلص المطش فحاجة حاجة في منتخب الغرابة بصراحة اللي عملها كيروشن بارها حاجة في منتخب الغرابة خدوا بعد نقطة تانية ودي نقطة يعني همة جدا جدا أكرم توفيق صابق يعني قدر الله ما شفعلي عيفنا للإصابة يعني فيه حزن كبير جدا عند الشعب المصري وعند جمهور النادي جمهور الكورة مصرية بشكل عام يعني قطع في الروباط الصليبي ربنا يشفع فيه ويرجع يا رب سريعا بإذن الله وحش من وحوش مصر إن شاء الله يرجع سريعا يعني وهو شخصية قوية وعنده روح علي قوي حيشتغل وحيرجع بسرعة وحيب أحسن من الأول واسقين من كده بنسبة مليون في المية بإذن الله أكرم ألف ألف مليون سلام عليك بس برضو دي عقلك أكرم توفيق لعب حظه سيء اتصاب في دي الست زي ما انت بتقول كده المفوض اللي ينزل مكانه مين ها عمر كمان مش عمر كمان ده حضراتكم اللي كررش خده في بطولة الكلاس العرب وجربه ولعبه باكرايت وبيلعب في فيتشر باكرايت مع الكاتل العلماء والراجل حفظ المنطقة دي يبقى أنت المفروض ياخده في القائمة على أساس إيه على أساس أنه باكرايت صح صح إذن بقى إيه تفوجئ تلاقي إنه هو رح منزل محمد عبد المنعم اللي هو مساك أصلا في فيوتشر واللي هو جربه في كاس العرب كمساك ها والراجل تقلق وعمل شغلة كويس جدا وتروح منلعبه فين باكرايت طب ليه إيه الفكرة اللي في كده مصاب يعني مصاب طلع نزل واحد بيجيد في المكان مكان حافظه ما تروحش منزل واحد إيه مدافع أصلا مساك أصلا طب أنت مسافر باكرايت بس ومش حاطت في حساباتك إنه عمر كمال باكرايت والدليل أنت ملعبتهش مكان أكرا طب من الباكرايت البديل مفيش مصر رايح كأس أمه أفريقيا متجر باكرايت بديل لأكرا متوفيق بينا في كارسة بينا في كارسة الحاجة الثانية أحمد فتوح اتصاب اتصاب ليه لأنه وقل نصاب قبل المباراة وتحامل على نفسه المفروض أنك جهاز فأني مجذفش به أديه جذفت به وخرجت صاب تمام واحتمال يغيب الدور الأول كل فدي كارسة من دبن الكوارث في الحقيقة يعني غير أنك مسافر بستة وعشر لاعب وبقى الفلسفة ملهاش لازمة أصلح أخذ الاتنين التانية أديك محتاج الاتنين التانية اللايحة بتقول لك خد تمانية وعشر لاعب أنت بتاخد خمسة وعشرين في الأول بعدين خلقوا ستة وعشرين بعد الإصابات والكلام القصة اللي حصلت دي طب ليه إما لازمته إيه يعني إما الفكرة في كده إنت خسران إيه فدي برضو حاجة من دبن الحاجات اللي